طيب ايه حكايت بقى منتخب كرة القدم الشاطئية دي دي بقى ان شاء الله كابتن مصطفى لطفي يحكي لك عنها طيب لعبة لزيزة جدا لعبة كان بقالها 16 سنة ما صعدتش كاسعالم اه فا عرفنا جماعة نجيب كابتن مصطفى لطفي نحاول نجيب على التليفون كمان مدير فني فبصراحة اول ما روحت كابتن مصطفى طبعا استقبلني واللعبة بصراحة وقفوا جميعي لا لا اول ما روحت انا عايز اعرف الفكرة جات ازايش الحكاية حصلت ازايش مين اقترح عليك انت فكرت اللي فيها الاول ولا حد هو اللي قالك يعني هي كابتن احمد ابو السريع اخويا كان هو طبعا بيلعب خماسي واللي بيلعب منتخب كرة الشطئية فطبعا قال لي ما تيجي وكهو كلمت كابتن مصطفى فالكابتن مصطفى طبعا عارف ان انها ده في دوره كان فيه يعني علاقة بيني وبينه كأخ كبير فقال له يجي يجي مع اسكر وبصراحة ما بيكون فيه لعب كويس بصراحة كابتن مصطفى بيديفه صح بيديفه لأي مع اسكر يعني فطبعا لما روحت اول مع اسكر طبعا الاجواء غريبة اللعبة لها قوانين مش زي الخماسي ولا زي الحداشر خالص لها قوانين فربنا كرمني كان اول ماتشين ليه والدين في مع السعودية جايب سبعة جوان ماتشين والدين فالحمد الله بدأت الدنيا تمشي والحمد الله ربنا كرمني في البطولة بتاعت السنغال تاني هداف البطولة بطولة افريقيا البطولة اللي فات فالحمد الله الدنيا بقتمشي فالحمد الله اللي واحد بيعرف يجيبجوني احنا عندنا ايه في كرة قدم الشطائر عندنا ان شاء الله بطولة ودية في عمان في اخر الشهر ده ان شاء الله وهنسافر على الامارات عشان البطولة تكسل على من شاء الله يوم 15-2 15-2 افجراء ليها متابعين كرة القدم الشطائر في مصر جدا ونتمنى كم من الاعلام يساندنا لاني البطولة ديت كاس عالم منتخب مصر اللي بيلعب احنا بس عايزين الناس زي ما بتشاهد او بتتفرج او بتتابع المنتخب الاول بص الرجع معمولة ازاي على المنتخب الاول نتمنى من ربنا ان شاء الله نرجع بالكاس لان الكاس وحشنة من بعد كابتن حسن الشهاتة اللي الكاس وحشنة فعلا الكاس افريقيا وحشنة انت متفاعل؟ انا متفاعل جدا لاني العناصر اللي موجودة ان شاء الله تقدر تجيب البطول لاني عندك المنتخبات الافريقية طبعا ما بقتش زي الاول بس ان كان بقى في كل منتخب فيه لعب اتنين مثلا محترفين برا احنا احنا عندنا بصراحة الموجود سنغال واتنين ايه لا ده هتلاقي اه إه المنتقي. اهه ممكن تلاقي السنغال مسلا اللي فيها لكله ياietyلها. ده السنغال الهتلاقي كلها محترفين. المغرب هتلاقي كلها محترفين. الجزائل هتلاقي كلها محترفين. اننا و كوت Dبور. يعني دايما بنقول ان شاء الله ربنا يقطب للمحترفين عشان نجال دول. تعرف. مثلا مثلا يعني وداو المنتخب كوت Dبور دهن gelmiş يحط قايمة المنتخب. يلاقي عنده أتين لعب محترف. فيختار بينهم قايمة المنتخب. احنا يا دوباك بنجيب باللم المحترفين بتاعنا ونحط عليهم نحط في الكايمة ونجيب باقي اللاعبين محليين بس احنا عندنا جيل عظيم يعني